السلام عليكم امرا وتابعوا الفيديو حتى النهاية كشف حساب تارون فيتس 33 المعروف على منصة اكس عن توقعات كبيرة بان يصل تحديث وجهة الونيو اي 6 نقطة واحد الى مجموعة من الهواتف الذكية مثل الگاراكسي اس 22 والگاراكسي الاي 52 اس 5 ج والگاراكسي الاي 54 وكما نعلم فحتى الاي 53 فهو معني هنا ونعلم جميعا يوفر هذا التحديث العديد من المميزات والتحسينات الجديدة سواء على الاداء او الامان ومن بين هواتف سامسونج المتوقع ان تحصل على تحديث الونيو اي 6 نقطة واحد ايضا هو هاتف الگاراكسي اس 23 ايف اي وسيكون مستخدمي هذا الهاتف على موعد مع تجربة محسنة وميزات جديدة قريبا ومع اقتراب نهاية الشهر الجاري ينتظر اوشاق الشركة الكورية سامسونج بفارغ الصبر وصول تحديث واجهة سامسونج وان يو اي 6 نقطة واحد لهواتفهم الذكية ومن المهم بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية بشكل عام ان يبقوا على اطلاع دائم بالتحديثات البرمجية حيث تلعب هذه التحديثات دورا حيويا في تحسين اداء الهواتف وتعزيز الامان وبمجرد اطلاق التحديثات ينصح بتثبيثها على الفور للاستفادة الكاملة من التحسينات والتحسينات الجديدة والرائعة في الوان يو اي 6 نقطة واحد اتمنى ان يكون فيديو اليوم قد ناري اعجبكم لا تنسوا دعم القناة بقوة وشاركونا عبر التعليقات اذا كنت من مستخدمي الجالاكسي الاي 52 اس او الاي 53 او الاي 54 وايضا سلسلة الاس 22 وسلسلة الاس 21 الكل ان شاء الله هذا العام سوف يحصل على الوان يو اي 6 نقطة واحد شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة دونتم سالمين احبكم مع السلامة